اهلا بكم اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج روما شو كل سنة وحضراتكو طيبين ان شاء الله احنا يعني على بداية سنة جديدة ان شاء الله تبقى السنة سعيدة علينا كلنا واي حد فيه حاجة في وحشة حصلت له في سنة 2020 ان شاء الله يعني يتخطاها وتبقى السنة الجديدة سنة سعيدة علينا كلنا وتحققوا كل احلامكم وطم حق الحقيقة حلقتي النهاردة ليها هدف جميل قوي يعني احنا محتاجين نسلط الضوء اكتر على النمازج النكحة والمشرفة من الشباب مش بس نذكر السلبيات لا نذكر برضو النمازج القويسة اللي بتشتغل على نفسها اللي هدفها انها تطور من نفسها معاي النهاردة بنوتة جميلة جدا هي خبيرة تجميل برغم من سنها الصغير بس قدرت تعمل كارير خاص لها وقدرت ان هي تنجح في المهنة دي بشهادة كل اللي اتعامل معيها اسمحولي يا راحب بخميرة التجميل الجميلة استاذة رندا متحد اهلا بك يا استاذة رندا اهلا بك عاملة ايه الحمد لله بارك تمام رندا كلميني في البداية انت ازاي قدرت تدخلي المجال ده فقرتي فيه ازاي اصلا يعني وليه اخترتين اه في البداية كنت متفرج كتير على التلفزيون وبتابع الممثلين فبدأت اشوف الميكوب بتاعهم بيعجبني فبدأت بقى افكر هم بيعملوه ازاي وازاي البنت اللي مثلا بتعمل الميكوب بتطلها صحي كده فبدأت اتابع بقى واشاهد فيديوهات على اليوتيوب واشوف ازاي الميكوب بيطلع كده فبدأت بقى اقلد واشوف ازاي الميكوب بيطلع حالي وبتديتي تجربيه يعني بحيس ان انت تشوفي الموضوع يزبط معاكي ولا لا طب انت كنت كلمتيني طبعا قبل الهوى يعني كل التحية والتقدير لوالدتك هي برضو خبير التجميل بقالها خبرة اكتر من عشر سنين تقريبا زي ما قلتلي عرفيني بقى يعني مامتك برضو قصرت عليك اكيد بحكم ان هي في المجال ايوه طبعا كنت بقى بشاهدها وهي تشتغل وبشوف هي بتعمل ايه وكنت بعد ما بتخلص فبحب افكر هعرف عمل ازايها ولا لا او كنت بشاهدها على طول بشوفها هي بتعمل تمام طب انت مجرد زي ما قلت بتديت معاكي كهواية بتتفرجي على الفنانين حبيتي تطبقي ده وشوفتي والدتك برضو هي في نفس المجال طبعا ده يدك يحافظ كبير اكيد ايوه طبعا طب انت بقى ما فكرتش تدرسي او ايه خطواتك يعني انا عارفة ان قريدي انت درسة بس ايه خطواتك اللي عملتها لأ درست مع مع مست هند الجابري وسومر هاشم ما شاء الله مع اسامي كبيرة يعني في المجرد وبدأت حضر دبلوما مع مستر ابراهيم الجمل ومستر هادي التونسي ودي فرقت معي كتير طبعا يعني اكيد طلع يعني العروسة بقت تطلع معيك بشكل احسن ايوه طبعا وبقيتي عندك خبرة اكبر ايوه طيب عرفين يا رندا انت اشتغلت في فيتك بس ولا مثلا كنتش بشتغلي اونلاين ولا بتشتغلي ازاي كنا فتحين مكان في الاول وبعد كده فتحي في مكان تاني اكبر في قريط حرص انا حقيقي يعني انا مش حابة قطعك بس شاهدتي مجروحة في المكان ده انا مكنتش متخيلان هو بالشياكة والرقايدة انا حضرتك قلتيلي ان انت يعني اجي اشوف المكان لما جيت شفته حقيقي مكان واهم جدا يعني كلميني عنه اكتر لانه انت مختراه في موقع متميز قوي يعني انا محستش ان انا شفت مكان زي ده قبل كده لا بالنسبة للمكان فهو فعلا في موقع متميز وبيجيله كمان ناس كويسة وهو كمكان كويس جدا كل حاجة فيه كويسة انت خطرتيه يعني بنان على اي ما اكيد يعني شفت اكتر من مكان ايش معنى المكان ده بالذات يعني لا هو مكان كويس وبيجيله ناس كويسة ومساحته كبيرة كمان فاللي هو اللين فا كنت اعمل فيه الاقسام اللي احنا كنا عوزينها انت مش بس البيتش سنتر بتاعك فيه قسمة ميكب بس فيه اكتر من قسمة طب كلميني عن الاقسام يعني عروف الناس بيبقى عندك بتقدمي خدمات ايه اللي هو الكسم بتاع البيتش سنتر والشعر والسونة والحمام المغاربي والحنة وكل الاقسام مثلا كل كسم بيبقى لي حد ماسكه بيبقى هو متخصص بيه وانما البيتش سنتر فهو بيبقى انا بس اللي بتخل اه يعني انت عامل المكان اقسام انا بس عايزك يعني نبرة انا عارفة ان انت مكسوفة وخجولة ودي طبعتك بس انا عايزة نبرة الصوت تكون اعلى بس بحيث ان انت تضاحي للناس البيتش سنتر قلت اقسام انا همسك معاك قسم قسم انت عندك قسم اللي هو البيتش سنتر اللي هو بتعملي فيه الميكب القسم الثاني بتعملي فيه ايه؟ القسم الثاني بتاع الشعر 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 ترميم حراري وبروتين نحب ان حضرتك تقول لنا دي صور شغلك علاقين عليها دي عرائس للزفاف دول خارجين عندك في البيتي سنتر والتي ممكن تروحي للعروسة القتالية دول البيتي سنتر داخل بس البيتي سنتر تمام نكمل كلامنا بخصوص اقسام السنتر ده كمان السنتر بيتعرض معينا على الشاشة ده عندي قسم ايه برضو علاقين عليك كده ده قسم الفساتين انت كمان عاملة قسم القتالية والله ممتاز جدا انا شايتها ما شاء الله تشكيلها روعة بتختاري الفساتين بتاعتك برضو بتجيبيها من دزاي معين ولا اختاري بنانا؟ احنا معتمدين مع يعني واحد سوري هو اللي بينزلهن وتركي انما المنتج المصري منش بننزل منك كتير لانه بيبقى مراهرت انما السوري فهو بيبقى انت طبعا مش بنعيب في المنتج المصري بس هي القصد ان انت بتجيبي الحاجات بتاعتك مستوردة مش بتجيبي شغل محلي تمام انا برضو عايزة اعرف منك حاجة مهمة جدا انت في تانية سنوعين السنوية العامة بتعرفي اصلا تاكلي تشربي جنبها؟ يعني احكيلي النقطة دي الدراسة مع مع شغل اللي مايعطلكش شغلك عند راستك؟ لا عادي مثلا ما بيكون في شغل كتير بروح اخلص نص الشغل يعني مثلا بارسم ليون وبعد كده بارجع اروح الدرس وبعدين ارجع اكمل طب والعروسة مثلا كده مش ممكن تتعطل في معادها مثلا عايزة تخرج في معاد معين ده مايعطلهش؟ ومعدها وساعات كمان هي اللي بتستنى يعني هي بتبقى يعني هي بتبقى خلصت وبتستنى العريس مثلا يجي ياخدها ايوة لو مثلا تخرج خمسة فهي بتبقى جهزة خمسة اكتر بكده باب بيبقى هي بقى التأخير منهم طب معنا اتصال لاستاذة سلمة عايزة تتكلم حضرتك اهلا يا سلمة اهلا يا ريمة عاملة ايه؟ الحمد الله بخير انتي اخبارك ايه؟ الحمد الله تمامي ازاكرة أصبت رندا مكسوفة قوي ناردة مش عادتها اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والميكوب كان جميل جداً وفي السور كمان كان واضح قوي وبتاعتنا بعد عروسة ما بتقعدش وكده من أعمى حاجة ثابت الميكوب طبعاً ثابت جداً يعني وكل أساساً قاعد يسأل على الميكوب من كتر ما هو كان جميل طبعاً رندا معروفة بشغلها الجميل ده برغم ما شاء الله إن هي كتكوتة صغيرة ما يمنش عليها خاصة آه ما شاء الله ما شاء الله ربنا هي ده دايماً كده في نجاح دايماً على طول آمين يا رب آمين يا رب مرسي جداً مرسي لك يا سالمة على المدخل قليلي بقى ده انتي ما شاء الله مطلع عرايس أنا عايزة أقولك إن أنا لما قلت لانتي إن شاء الله هتكوني معنا النهاردة في بنات كتير قوي بعتولي عايزين نسألوكي عن بعض حاجات وفي بنات كتير عايزين يعملهم دخلة يشكروكي على الميكوب اللي انتي بتاعملها لهم آآ 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 ein قليلي كده العرايس بتاعتك Иحساسك ايه باينت بتطلعي ايه الول عروسة اوا كان احساسا مخيف شوية اللي هو مسللاً كنت حتى اللي هو هبقى حتى لوق للعروسة فنزمًا تطلع بيه فااه أول عروسة مسللاً فكنت متوترة ان هي مسللاً هتطلع باللوق ده هتبقى حلوة وهتشوف نفسها حلوة وغير يعني مسلل إن في الفراح هيشوفوهها حلوة لأ لأ بس الحمد لله تجزمة كنتم تخيلها يعني انت كان غالب عليك بس التوتر عشان حطه في دماغك وطبعا قريب العروسة وأصحابها وهيقولوا إيه وهيطلع كل الديفوهات اللي مش موجودة أصلا طب انت ما شاء الله بقى العروسة كان فيدباك بتاعي كان طالع تمام اه تمام جدا ايه حتى كانت سمسة ده نفسها يعني كانت مبسوطة جدا طب انت بقى بعد كده أكيد خلاص أخدت الثقة والرهبة دي راحت يعني بتقدري تعملي أكتر من عروسة في اليوم ولا انت بس يعني بتكتفي بعروسة واحدة انا عايزة عارف الثقة دي بقى الترجمة ازاي معيك عادي مثلا ممكن في يوم يبقى مثلا في خمسة سبعة بس هو اليوم أكتري بسم الله ما شاء الله انا عايزة مسك الخشب الهو بيبقى سبعة بس انت بتبقي عندك المقدرة البدنية انا مش قاقصة حاجة خالص والله يعني ربنا يزيدك يا رب بس عندك يعني انا عارفة ان العروسة الواحدة بتاخد لينك وقت ومجهود كبير انا مش بتاخد وقت ولا حاجة فمسارا في عروسة اللي هي تغرق خمسة ستة فبيبقى جزين بتقدري انت اصلا ما شاء الله عليك انا شفت لك شغل بممتخديش وقت خالص يعني ده انت ما شاء الله اقل من ساعة بتخلصي العروسة طب تحبي يا رندا احنا طبعا بنرحب بالموديل الجميلة ايا تحبي ان انت تقولي لي ها انت عملي ايه دلوقتي في اللوكت مع ايا وطبعا تقولي ان ايه اللي حضرتي قبل الهو انا برضو بنتكلم تحبي تقومي تشتغلي ولا الاول هقولك حكا انا بس محتاجة منك الاول اشرحي لي عملتي ايه وبعد الفاصل هنشتغل بس اشرحي لي انت عملتي ايه ايا رسمنا لعنيها وحضرنا الفونديشن بس هو قفاضي البلاشر والروج وحاجات الفينيشات بتاعت الميكة بالاخلي يعني انت مبدأين بدأتي ايه بايه معيها يعني برضو دي معلومات للبنات بحيس انه ممكن ما يبقوش عندهم القدرة انهم يتعاملوا مع ميكة بارست يعملوا لنفسهم الميكة باو كده انت مبدأين اللوك دا ينسب ايه انا لو عامل اللوك زي دا اروح بيه فين مناسبة او خروجة عجيزة مناسبة او خروجة مناسبة او خروجة تمام ماينسبش عروسة مثلا لا ماينسبش عروسة دا دا لوك هديد تمام اه عملتي اول حاجة زي ما قلنا ابتديتي بالحواكب اه بعدين العين والرموش وبعدين فونديشن والكنتور اه مش باقي باقي غير العين باقي بلاشر بلاشر وروج وروجة طب اه ارتاحي وبعد الفاصل اه حنشتغل معاها على البلاسر وعلى الروج اه برضو خليني اتكلم معاكي اخد معلومات يعني بقدر الامكان علشان البنات اللي بتبعنا اه تبقى عارفة كل حاجة بخصوص الميكاب وتبقى مستفادة من خبرك طب انت مبدأين برضو يعني انا عايزاك تبقى ملهمة اكتر للشباب اللي في سنك انت لما فكرتي تبقى خبير التجميل وانت في سنة صغير اه مين اكتر حد كان بيشجعك ماما بابا وناس كتيرة يعني اللي شايفوا الشئول فهم حبوا انهم ما يشجعوني ان كان مامتك وباباكي وناس كتير مين اكتر حد بماما ولا بابا لا بابا ماما طبعا بحكم ان هي ما شاء الله خبرة فوق العشر سنين اكيد ربنا يخلي عليك رب من نجاح لنجاح دايما اه كلميني برضو زي ما قلتلك احنا بنلاقي بنات كتير مش في مقدارتها تجيب ميكاب ارتك فهي مضطرة ان هي هتعمل لك لنفسها انتي وانتي ماشى في الشارع بحكم طبعا خبرتك بتشوفي ايه اللي ملفت في البنات اللي بتعملوا مش يعني ما بينفعش يتعامل لأي حد يبقى ماشي في الشارع بالنهار يعني انا كبينت ماشى بالنهار ايه اللي ابعد عنه او ايه الحاجات اللي بتلاحظيها فيهم اه هم بيقعوا فيها وبتبقى شكلها اوفرام مثلا ما شو ببنات وانا ماشى بيبقى عاملين حواجبهم اه صمرة اوي بتشبه بلون الاسبت اه فهما ما بينفعش يتعاملوا كده ان هما مثلا مش هما خارجين يعني خروجة بسيطة فاكيد مثلا ممكن يعملوا حواجبهم باللون شعر حواجبهم وفيه مثلا بلاقي بنات عاملوا الايلاينر يعني ما نفتحش ما نفتحش مثلا مع شعر الحواجب بتاعتنا ولا نعمل اللي هو رسمة التاتو ايه الحاجات تكون طبيعية اكثر او مثلا ممكن بنوتة تبقى عناها مثلا صغيرة بتبقى عاملها الخط بتاع الايلاينر تخين فهو ده بيخفى هنا خالص الجفنة هنا مش محتمل اصلا يعني ان انت تحطي ايلاينر تخيني ومسلا الروج ممكن علي ابنت بقها كبير وحتى الوان فواتح فلازم انت غمق الروج او مثلا بقها يبقى صغير وحتى غامل يعني انا مثلا الشفاية في كل ما كانت كبيرة احتاج الوان غمق عشان تبقى يعني اقل شوية في الحاج لكن لو انا مثلا انا بحب شفاية يتبان شكلها اكبر يبقى استخدم الوان الفتح اكيد عشان اكبر بيها الشفاية لكن لو هي شفاية فصغيرة يستدعي ايه ان انت تحطي الوان ايه فاتح الوان فاتح وايه تاني برضو ممكن بتشوفيه ملفت يعني كنتور برضو بيقى بحطين كنتور فبيقى بحطينه في اماكن غلط طب انا بس يعني هنكمل كلامنا تاني بس معانا مكة عايزة تعمل مداخلة يعني بتكلم استاذة مكة ايوما حضرتك اهلا بيك يا مكة ازاي حضرتك عاملة ايه الحمدلله كل سنة حضرتك طيبة اوه حضرتك طيبة اهلا بيك انت على الهواء معانا رندا تحب تقولي لها حاجة ايوه ايوه انا حب اشكرها جدا لانها من احسن النفل اللي تعملت معاها والميك اوب بجد اللي عملته لي كان سايبت طول اليوم هو انت يا مكة كنت عروسة معاها ولا مثلا عندك مناسبة بتحضريها لا انا كنت عروسة معاها وكنت عايزة ميك اوب معين ورته لها اللوك بتاعي فكنت ما كنتش متوقعة ما اتطلعه بالجميل اللي انا كنت ورته لها ده بجد يعني انا ثابت معايا طول اليوم وطلع الميك اوب بجد سهل تفضل ثابت معايا طول اليوم وبجد تسلم ايها وتعبها معايا مش تقلت تقولي لها حاجة طيب طلعت طلعت على الساعة النهاردة لا حبيبي يا مكة ربنا يخليك لا هي على فكرة عايزة اقولك فعلا والله كم بنات كتير بشكروا فيها جدا جدا في زوقها وفي معاملتها وفي الميك اوب طبعا يعني بتخليهم فعلا في احلى حالتهم مش تيه جدا يا مكة مش تيه نكمل بقى برضو احنا كنا بنتكلم بخصوص الكنتور طب ايه الكنتور؟ البنات بتعمل ايه غلط فيها؟ مثلا ممكن بيحطوه في اماكن مش دي اماكن الكنتور بيستخدم فيها فهو ما لازم ان يستخدموه في الاماكن الصح يعني مثلا لو مثلا ملامح كبيرة فهو بيصور زي مثلا المناخير او اللغد بتاع الوش او مثلا القورة فهو ما بيستخدموه اصلا في اماكن غلط اه كنتور ده بيعمل تحديد لملامح لوش فأكيد أنت بتقولي المفروض يعني يحطوه في الأماكن المخصصية معايش ممكن تعديها تاني برضو علشان نستفاد بشكل أحسن قلتي في الجبهة أيها في الجبهة وفي اللغة بتعلق الخلود والمنخير كمان يعني هو بيصغر المنخير طب أنا برضو عايزة أسأل النقطة يعني بوينت مهمة جدا في الجزء ده أحيانا في بنات بتبقى منخيرة مش مستهلة أصلا ما شاء الله صغلنا خالص طب الحالة دي ينفع عملها كنتور ولا المفروض نعملش إسطح يعني سيبت دلوقتي خالص من ذوقها ورغبتها أكيد أنت لو عملت كنتور هتختيفي خالص أصلا أوه وهم عايزين يخفوها لا تبقاش محتاجة كنتور أكيد وإيه ديفوء تاني برضو طبعا لو كلمنا من هنا أنا صبحا لاقي ديفوءات كتير قوي أيها وفاونديشن كمان درجة فاونديشن ممكن تبقى البنت غمقة وحتى فاونديشن أبيض هي لازمة تستخدم درجة فاونديشن نفس اللون رقابتها عشان لما توزعهم هما الاثنين درجة واحدة يعني مش عايزة البنت تستخدم درجة أفتح عشان بالتالي بشرتها هتبقى يعني قلبة باللون مختلف قلبة هتبقى مجيرة أو قلبة على اللون الرمادي مش هتبقى شكلها طبعا بطيب خالص طبعا أنت يبقى طبعا بتقابلي بنات مختلفين في الأزواء اللي عايزة حاجة قوية اللي عايزة حاجة سامبل اللي عايزة حاجة يعني ما تنفعش أصلا أنت إزاي تقداري تتعاملي مع كل الأزواء المختلفة هي الأزواء بتبقى حسب الشخصية فمسلا ممكن يكون قدامك الشخصية اللي قدامك بسيطة خالص فمش ينفع تعمل لها لق كوي جدا يعني بالتالي هتبقى مستغربة شكلها جدا فمش تحب شكلها خالص ومسلا ممكن يكون قدامك بنت بتحب اللي هو الميكاب الخليجي فلو عملت لها لق سيمبل فمش يعجبها أكيد يعني ذوقها ده هو اللي بيحكمك إذا هتعملي حاجة قوية أو حاجة سيمبل تمام طب أنت برضو دي عايزة كزا هتعمله لها عايزة حاجة خفيفة هتعملها لها عايزة حاجة قوية هتعملها لها طب إفريدي أنا مختارة حاجة أصلا ولا تليق مع بشرتي ولا تليق مع مثلا لون عيوني ولا تليق مع ملامحي ما هو أنت هتتعملي إزاي في الحالة دي لا في الحال ده إيه خطواتك اللي بتعمليها عشان هي تبقى مقتنعة تماما لا هي بحاول هديها وعرفها مسلا إن اللوك ده مش هيمشي معاه خالص فبالتالي هي بتبقى عارفة خلاص هي اقتنعت إن اللوك ده مش هيبقى حالو فبتسيب بقى نفسها وأنا هشتغل فيها وبتبقى طبعا هي أوريدي في الأول وفي الآخر يعني وهي حاجة معاك عارفة ستايل شغلك وعارفة طريقتك فبالتالي واسقى فيكي طب إحنا هنكمل طبعا الحوار الجميل ده والممتع بس هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني أرجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع خبرة التجميل الجميلة رندا متحد طبعا يا رندا إحنا قلنا قبل الفاصل إن إحنا مجهزين الماضل ويدوب هنعمل ثانيش بسيط قوي معاه تمام قوليلي دلوقتي هنعمل إيه وانتي بتتكلمي وانتي سوري بتشتغلي هنتكلم مع بعض برضو في الأسئلة إيه اللي البنات ترحاها عليك تمام أكمل الروز إنتي دلوقتي هتحطي الروز إنتي مختارة لها لون إيه الكشمير الكشمير اخترتيه بناءا على شفايفها تتصنف إنها كبيرة ولا صغيرة طبعا جميلها ما شاء الله عليها أنا أحطيها لون فاتح شفايفها صغيرة شوية هفتح هكبر لون صغيرة شوية تمام تفضلي اشتغلي إنتي دلوقتي هتعملها لون الكشمير عشان يباين شوية إن شفايفها أكبر وطبعا ما شاء الله من خيرها مش موجودة أصلا فإنتي عملالها كنتور خفيف أعتقد عشان ما يكونش الأنف بينا إن هي مختفية تمام يا رندق إحنا وإنتي بتشتغلي هسألك بعض الأسئلة علشان تدينا إجابات لها عايز أعرف منك في بنات كتير قوي بعتوا لي السؤال ده على البيتش حابين يستفسروا منك عن حاجة مهمة جدا بالنسبة له يعني كتير بيتهموا الميكاب أرتست إن هما بيخلوا الباكتج مختلفة عن بعض والشغل هو هو يعني الصوري بسعر الخطوبة بسعر الزفاف بسعر تاني خالص فإيه الاختلاف؟ إيه الفرق ما بين الميكاب السوري والخطوبة والزفاف؟ إيه الفرق بالنسبة لكم إنتو كميكاب أرتست؟ الاختلاف بيبقى بس في الماتيريال يعني مثلا الميكاب إيه؟ معلش الصوت يكون أعلى؟ الاختلاف بيبقى في الماتيريال في الماتيريال فالميكاب بتالعروسة لازم يكون سبت معيها ويفضل معها فترة بحيث إن هي بتعمل سيشان وبتعد فترة طويلة في الفرح وكمان فيها رايز بتسافر بيه إنما الميكاب بتالعروسة فهي في النقطة دي معلش أنا بمش معاك خطوة خطوة علشان بانت تبقى فاهمينا برضو بشكل أحسن في النقطة دي انت محتاجة حاجة ثبتها أعلى أيها عشان تفضل معاها كمان فترة طويلة تمام وبالنسبة للصوري المختلف يعني أقل ثبات شوية عشان هي حوالي أوسعتين أو حاجة أيها فمش بتقعد فترة طويلة فبيبقى أقل في السبات طب معينا هند؟ أستاذة هند؟ إذا كريم أخبارك إيه؟ الحمد لله هند؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه يا قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله والله وحشتينا والله هند والله وأنت كمين إن شاء الله قريب طالع إن شاء الله بإذن الله حبيبتي يتنورينا في أي وقت طبعا ربنا يا خليك أنا لما عرفت أني تطلع على برنامج فحبيت أشكرك على البرنامج طبعا حقيقي دي مفاجأ أنا مش قادرة أقولك أنا 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 أول ما سمعت الصوت عرفتي على صوت أه أنا هو بيقولي الإسم بس أنا من أول ما سمعت الصوت لأ خلاص تأكدت أنه أنت ما كنتش توقع خالص والله يا حبيبتي ومدام راندا والله ما شاء الله عليها يعني مضمزيل لسنا مضمزيل إزاي حضرتك يا مدام راندا مضمزيل راندا الحمد لله تمام معك وسي خجولة شوية أه طبعاً عايز أقولك أن أنت تطلع برنامج ممتاز جداً والله وانا مبسوطة جداً أنت تلعت فيه قبلي كده حبيبتي وتحرمش منك بالتوفيق ليكي وليها يا رب ولكل البنات ولكل الشباب آمين يا ربي يا حبيبتي ماشي يا حبيبتي عايز أقولك أن هند خابرة تجميل برضو في المجال جميلة جداً يعني نفس برضو التكنيك والشغل بتاعك واخد نفس استيلك من حيث أن هي بتتعامل مع العميلة زي ما هي حبة فبجد بشكرها جداً على المداخلة نتكلم بقى ونبقى نقول الكلام اللي احنا كنا بنقوله الفرق ما بين المايكاب السوري الخطوبة الزفاف زي ما قلنا الماتيريال انتي قلت أن دي حاجة ودي حاجة تانية فبالتالي ده ليه سعر وده ليه سعر تاني تمام يعني انتي برضو ادينا تفاصيل أكتر يعني حتى الرموش الحاجات دي بتختلف ايوه رموش لا ايوه بتختلف مثلا ممكن يعنيها مثلا تكون صغيرة فبيبنستخدم رموش خفيفة فلو عناها بالتالي كبيرة فحنستخدم رموش تقيلة عشان تداري الكبرى بتاعينها اكيد ايوه ومسلا الفونديشن برضو عايزة حاجة هاي انب عايزة حاجة ثبات عايزة فلو ميكوب بتاع الزفاف انها بتاع السوريه فهو بيبقى 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 صونديشن برضو الماتيريا بتاعتي عليها بس مش نفس يعني الافكت بتاع العراويس ايوه طب انتي بتتعملي زي مع واحدة ممكن تيجي تقولك عايزة اعمل لوك معين وتبقى طالبة لوك زي العروسة الزفاف انت هتتتعملي معاها الزفاف ايوه بس هتكون طالبة لوك فهي بتوريني الصورة فاكيد مثلا ملامحها مش بتبقى نفس الملامح بتاع الصورة اللي هي جايبه فبالتالي بقنحها ان هو اكيد مش هبقى حلو عليك لان انت ملامحك مش زي ملامحك اكيد وغير كده اصلا هي مش عروسة يعني مش هي اللي كل الناس هتركز معاها انت مجرد رايحة تحضري مناسبة فمش هبقى ندفع ان انت تبقى مغطيه على العروسة بمعنى اصح ايوه بالضبط اكيد طب انت عملت دلوقتي روج ما شاء الله جميل جدا ولاي معاها هتعملي ايه تانى اه احطرها بلاشر بلاشر اخترت لها درجات ايه للبلاشر اه برضو مثلا بنك هادي او بنيات بنك او بنيات معينا وفاء الو وفاء معينا ايوه يا فندم معي اه اتفضلني وفاء انت على الهواء معيك خبرة تجميل راندا اه اه اهلا بك انا بس عند شوية مشاكل كده بصراحة مش بعرف ان انا يعني اعتر اعملها فوشي انا لوم لوم بشرتي ذهبي اه 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 برونزية شوية يعني اه برونزية مش صامرة ولا امحوية تانية فدي بتوجهني في ان انا احط اه درجة الفونديشن بت بت يعني ما بلاقيش درجة مناسبة ليه دي اولا اه في حاجة تانية عندي انتفاخات تحت العين لما بحط الكنسلر بحس ان الكنسلر عندي انا اصفة يعني بيبان اوي ان في اه اه خطوط تحت عينية مع اني انا ما عنديش خطوط انا عندي انتفاخات فقط يعني اول مشكلة الهو الفونديشن اه مش ليا درجة خالص مش عارسة تضبطي درجتك خالص حتى لما باجي احط مثلا وعندي بقى مشكلة تالتة اه انا انا مش تخينة بس خدودي شوية عالية لما باجي احط مثلا او اللي هو البلاشر بلاقي ان خدودي طلعة قوي زهرة قوي اه في حد يكري الخدود بوذر معيك طبعا انا حاسس انها تقفل عينية معرفش ان معين عينية والله مش ضيقة اكيد يعني مشكلة الخدود بتبقى زهرة جدا قوي قوي يعني اه تمام مش سيلي كي جدا مش سيلي على مداخلاتك قوليلي بقى البنوتة قالت انها عندها اكتر من مشكلة طبعا اه احنا اتكلمنا عن اول مشكلة واحب ننسي توضحها لها بقى بما يناسب يعني الحالة بتاعتها ان الدرجة بتاعتها مش مناسبة خالص مش لقيها يعني درجتها مش لقيها خالص اللي هي بتبقى برونزية هي هتتصرف ازاي هتقدر تعمل ايه تجيب درجتها ازاي هي ممكن تجيب نوعين يعني مثلا ممكن تجيب درجة غمقى ودرجة فتحة وبالتالي تخلطهم وبالتالي مثلا لو حطيتهم على بشرتها فهما هي الدرجة الدرجة يعني اللي هي ايه اه اللي هي محتاجها هو حل طبعا حلو جدا ان انت تجيب الدرجة الفتحة مع الدرجة الغمقى وهو دي جربي بقى تجربي لحد ما توصلي للدرجة الكويسة بتعدي واعتقد برضو انت بالكنتور كنت ايلالي تقدر تسحب الخدود بالكنتور تقدر تسحب الخدود اللي عندها ده وتخلي شكلها حظمها اصغر يعني اكيد وهي برضو بتقول ان عندها مشكلة طبعا يعني بتبقى عندنا كلنا الانتفاخات اللي تحت العين الانتفاخات تحت العين دي اكيد بلاجم انت تتبقى مع الدكتور بالتالي هو هي هيحاول ان هو يحديها يديها منتج يعني يكون مناسب الانتفاخات طب فيه مثلا وصفة طبعية ممكن تعملها تهدي شوية الانتفاخات دي او عموما هي بتبقى ظهراننا من قلة نوم وايه من الصغر اكيد طب معنا مكالمة تلفونية استاذة نورا هالو انت يعني حبايبك كتير قوي المهاردة ما شاء الله هالو استاذة نورا ايو ممكن نسأل الاستاذة حاجة اكيد طبعا فضلي مع حضرتك استاذة رن انا عندي اختي عروسة فراحة بعد اسبوعين وكت يعني نجولها وكده واعز نسأله يعني ان كتل لو استعمل المسقات قبل ما نرحولها ولا ايه؟ او حضرتك منين؟ من المنفرية احسن ناس يا فندا حضرتك عايزة تعرفي وتتقالي رندا نعمل ايه قبل ما نجلها تزبطي باشيطها هي تقولينها عليها؟ اكيد اكيد يا فندا مرسيك جدا لزوائك مرسي لسؤالك هي بتسألك طبعا زي ما قالتلك عايزة تعرف انا لو هاحكز معيك مبدئيا هي كلمتك في نقطة حلوة جدا انا لسه كنت هكلمك فيها اه انت دلوقتي عروسة غاية تحكز معيك المفروض احكز معيك قبلها بقى دقيق تقولي لي فعلا اعمل ايه؟ الروتيني اللي انا همشي عليه عشان اجيلك تبقى الدنيا مظبوطة عنيك في البشر ايه مثلا الروسة لو بتيجي تحكز بيبقى مثلا جاي قبلها بشهرين وطبعا ارقام التواصل مع استاذ الرندر موجودة على الشاشة لو حابين تسألوها على اي حاجة وتتواصل معها دايركت تكلموها على ارقامها على الشاشة فضالي استاذ الرندر بيجي يحكزوا اهلع مثلا بثلاث شهور شهور فلما مثلا بيحكزوا بتبقى اللي بقى في الاتليب تديهم مثلا المسكوت مثلا مسكوت تديهم يعني اسامي مسكوت وتركيبات معينة ايوة بيعملوها وبعدين هم بيبقى قبل الفرح بخمستاشر يوم بيعملوا كمان متابعات وجلسات تنظيف علشان مثلا لما تيجي تحط الميكوب فتبقى البشرة متقبلا للفونديشن وكل حاجات تحطف بايه يعني طب انت يعني ما بتصادفكيش بنت تقولك لأ انا هعمل مسك قبلها بيوم على طول علشان بشرتي تبقى منورة كده لا ما هي اصلا بتبقى جاة قبلها بخمستاشر يوم بثامن لكن مينفعش دي قبلها بيوم دي هيبقى كارسة يعني للبشرة تبقى المسان متفتخة طب هي دلوقتي حتتوصل معاكي طبعا بعد البرنامج وتقدر تحجز معاكي مخير تمام انا برضو عايزة اعرف حاجة مهمة جدا انت العروسة خلاص قلت دي حجزت معاكي وقلت لها لكل تجهيزاتها انت بقى ايه الصعوبات اللي بتلاقيها من عرايسك مش كلهم طبعا يا بعض العرايس بيطلبوا منك حاجات في الميكوب بتبقى بالنسبالك مش متقبلها او شايفها الشغل مش حيطلع بالشكل المفيد ايه ممكن هي العروسة بتقول ببيضيني هي مثلا ممكن تكون درجة بشرتها غمقه ببيضيني اه دي اول حاجة بنسمعها وهي عايزة درجة وعايزة تبقى بيضة وهو ما ينفعش لشان هي غمقه فهو بالتالي ممكن نحط فونديشن عادي بس هنفتح بقى في الاماكن اللي هي بتدي ادواء معاها اللي هو مثلا تحت العين او هنا كده هنفتح معاها ببودر فهي هيداري اصلا فبالتالي هي تبقى مقتنع اللي هي بشكلها كده يعني انت برضو بتحاولي ترضيها مع الحاجات الصح اللي انت تعلمت ديها و اللي انت عارفاها يعني هي برضو لو عاوزة تبقى منورة شوية او افتح شوية بس بتستخدمي في الاماكن بتاعت الاضاقة الفونديشن او الكنسيلر بتاعك افتح شوية تشقق كمان طيب دي بالنسبة للعرايس الصعبات اللي بتواجهك معاهم قلتي انها بتختار حاجة تفتحها مفيش ولا عروسة بتجيلك بسلا تقولك انا عايز اطلع زي بنت خالفي زي بنت عميتي لا فيه بس اصلي دي يعني تشفها كتير قوي ايوا فيه بقوا مثلا جايبين السوار فهو مثلا اكيد ملامحها مش نفس ملامح البنت اللي هي جابة صورتها اكيد بس هي مش يعني وارد جدا ما تبقاش متفاهمة ده لا فيه بنات بتتعامل معها صورتها اه بابا كنحة و بحوالك كنحة وهديها وقولها ماشي خلاص هنعملك اللوك ده هو معجب كيش نمسحه ونعمل اللي انت جابة صورتها فوقت اللي عاديه بنعمل اللي حقلنا عليه فهي بتجتناع به برضه في الاخرة واموما مثلا ما بتجربيش تخليها تعمل اللوك اللي هي حباية وبعد اما تعمل اللوك لو هي خلاص اقتنعت ان كلامك غلط تمسحيه وتعملي اللوك تاني اللي انت شايفها الافضل لا يعني ما بتجربيش تعملي ازواقهم لا مع انا لو عملت ازواقهم لو حتى يعني هما شايفين الحاجة بشكل كويس وانت شايفها غلط مش هتعمليها لا مش هتعملها لا وبعدين اي حاجزة معك يعني اكيد عارفة استايل شغلك وطبيعي جدا ان هي هتبقى عايزة تطلع بالشكل اللي انت بطلعها بيه على ريسك يعني عايزة تطلع ما فيهاش اي ديفو خالص طب احنا دلوقتي عملنا الروج والبلاشر وليلي برضو في البلاشر ايه اللي طالع موضة السميز وكلميني عموما على الالوان بما انها طبعا في الشتاء عايزة اعرف ايه الالوان اللي طالع موضة في الميكب الالوان اللي طالع موضة اللي هي الكاشميرات والبيجات والبنيات ده ده بالنسبة للإي شادو اه للإي شادو والجليتر اللي هو الليكويد الليكويد ايه استايل في الميكب ده طالع كتير اه طالع موضة جليتر جليكويد اه بالنسبة للروج جوقة اللي هو البلاشر فهو طالع اللي هو برضو البنيات والبنكات الهادية برضو وطب معينا استاذ فرح لا احنا ما احنا هناخد بس ايه مداخلات لان حباب استاذ راندا كتير ماشاء الله استاذ فرح استاذ فرح اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك انت على الهوى سمعانا اه وطي التليفزيون واسمعيني من التليفون افضل اه سمعاني بيتفرجي على الاعادة شكرا يا قصة زفرة اه واضح ان الاتصال قطع فهنحاول نتصل بيها تاني اه فزي ما كنا بنتكلم قلنا البلاشر الوردي والبنيات برضو والخخيات والخخيات برضو طلع موضة بس الاحمر ده موجودت لا ده اكشم مشك تغادر خولي ما قلت الاحمر ده موجود وبالنسبه للارواج في برضو حاجة طلع موضة في الشتة طلع برضو اللي هو الوردي والبنيات برضو طلع موضة الوردي والبنيات دول اكتر المنتشدين ومش بقى اللي هو الفوشيا والالوان دي خالق نعم الالوان دي اكيد مضيتها بقت قديمة شوية طيب برضو انا عايزك يا رندا في بناك كتير بعتلي اسئلة كتير جدا عايزة اعرف قدر الامكان معانا استاذة مايي طيب ناخد الاول الاتصال تليفوني ونرجع تالي اهلا بك يا استاذة مايي ممكن ما اسأل لغزة حاجة اكيد حابت اتفضالي طبعا اه كنت عايزة اسألها بس على عايزة ماسك يكون نابل للبشرة يكون طبيعي بتعامل يعني في البيت وكده بس عايزة اسمع في التليفوني ان احنا عم نابل كاربة قطعك انت عاوزة ايه بالضبط ماسك لتفتيح البشرة يكون بتعامل في البيت تمام عاوزة ماسك لتفتيح البشرة اه بدعمل في البيت حاضر تمام استاذ رندا هتجاوبك حالا على سؤالك بسيليك جدا هي عايزة ماسك يفتح بشرتها احنا طبعا مدركين تماما ان بشرتها مش هتفتح عن الدرجة اللي هي عليها قصة بس اكيد الشمس وبتخرج كتير بتنزل بتطلع يعني البشرة بتاعتها تغيرت لونها فهي عايزة ماسك بقى عشان يوحد لون البشرة على القليل خلينا نقول توحيد لون البشرة اه تمام هي مثلا هتجيب الرز وهتنقعه قبلها بيوم بيبقى منقوع في مية ايه وهتضربه في الخلاط وبعدين هتحط عليه زبادي ومية ونشا يبقى مكونات المسك اللي هو عيفتح لك بشرتك او بمعنى اصح هيوحدها من قصار الشمس او لو فيه اي بقى او حاجات غمقه زي ما قلنا اول حاجة ايه او رز وتكون نقعه قبلها رز بس يبقى منقوع قبلها اه عليه معلقة زبادي معلقة زبادي اه ومية انتي اكيد سمعينا اكتبي بقى الخطوات اللي قلتها رز معلقة زبادي ايه وتحط شوية ماي صغيرين وشوية ماي صغيرة والبيكن بودر والبيكن بودر انا على فكرة سمعت كتير جدا عنه ان هو مذهل في التفتيح اه للايد للعقل دي للبشرة للجسم حتى قول اماكن الدكنة برضه فانتي فعلا المسك ده متجرباه ودالك نتيجة كويسة ايه انا بجربه على طول وكمان بعمله العريس قبل الميك اوب فهو بيفتح وكمان بيتقبل معاك كريم الاساسي اه مش بيخالي يعني الفانديشن اه يعني لما البشرة تكون نظيفة وتكون كويسة ايو بيديها نضارة كمان اه بيديها نضارة كده الفانديشن هيطلع طبعا شكل كويس جدا طب بما ان برضو احنا بنتكلم عن المسكات ادينا بعض المسكات كده للبنات هتتبعها في البيت احنا بقدر الامكان مش عايزين نغرمهم يعني عايزين حاجات نقدر من خلالها ليعملوها في البيت وتبقاش مكلفة او اه في ايه مسكات تانية يقدر يتبعها اه هو احسنهم في المسكات هو مسك الرز اه هو احسن حاجة اه هو احسن حاجة طب ده ينفع لبشرات معينة وبشرات لا لا هو كل البشرات لكل البشرات اه هو كويس طبيعي كمان في الداخل في ايه مواد تانية خالص حلوة جدا فيه بقى نقطة ناس كتير قوي بتهملها انا حب اني تتكلمي عنها لان مش كل الناس بتهتمي بيها البوينت اللي احنا بتكلم عنها دي ان انا لما بشيل الميكب بنسى البشرة وفيه ناس بتنام بالميكب لا ده صح ولا غلط لا ده غلط جدا ايه اللي انا هعمله بعد ما شيل الميكب وشيله ازاي اصلا يعني اهمش معك خطوة خطوة انا مبدئيا انام بالميكب ده صح؟ لا ما ينفعش خلاص بالميكب بعد ما الفرح يخلاص فانت بتجيبي ماء ورد وبتنظفي بمشرتك من الميكب جدا يعني انت بتقول لهم ابسط حاجة اه قبل ما تخسر طبعا فيه منتجات احنا اكيد عارفين النقطة دي بس هاي بتقول لكم الحاجة زي ما قلت لها بالضبط انا عايزة فعلا حاجة رخيصة قوي حاجة متبقاش سعرها عالي البني ايو طب انا هكمل ايجابتك بس هناخد استاذ علا معنا انتصال تليفوني استاذ علا ايوه سامعليكم عليكم سامة محمد سامعليكم سامعليكم وطل التليفيزيون اسمعيني من التليفوني ممكن لو استاذة تقولينا بس واضح انتصال قطع ايوه طب اكيد هنرجع عليها تاني يعني حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تقفلوا التليفيزيون او تقللوا صوتوا عشان نسمعكم كويس وعشان نقدر ان احنا هنتكلم مع بعض علشان خط كمان ما يطارس خلينا برضو نكمل النقطة اللي كنا بنتكلم فيها زي ما قولنا ايه اللي هنقدر نتبعه في المسكات اللي انت بتعمليها للبشرة عشان البنت تبقى بشرتها كويسة احنا قلنا ماسك الروز ايه جدا وبعدين قبل المية قبل ما تغسل وشة الانية مش مكلفة كمان يعني فمش هيطلع خاص الميكب لو غسلت وشي بالمية ما يطلعش الميكب هو يطلع بس يبقى فيه بواق اثار الميكب اه الاثار او البواق دي اه وبعدين مثلا تستخدم الغسول المناسب لبشرتها عشان بالتالي ما يطلعش حبوب بعد الميكب يعني تستخدم غسول مناسب لبشرتها عشان ينظف البشرة كويس جدا ايه وبعد ما تستخدم الغسول هتحطي مية الورد كتونر يقفل يعني النسام او يقللها طب فيه نقطة مهمة جدا انت البرايمر انا استخدمه بشكل يومي البرايمر ده طبعا اللي هو العازل ما بين الفونديشن وما بين بشرتك عشان البشرة بتاعتك متتقصرش باي ميكب بيدخل جواه ده استخدمه بشكل يومي عادي المنطق ده عادي بالنسبالي ليش مهم اصلا للبشرة هو بس بيستخدموه في البيوتسنتا عشان يعمل عازل ما بين الفونديشن والبشرة عشان ما يحصلش شقوق والفونديشن جاير اه ولا ايشاء انما هو كمسلا يومي ماروش لابن اساسي طب يا رندا يعني انا يعني والله كنتم استمتاع معاكي جدا جدا مرضى في الحلقة بس حابة قبلا ما اختم يعني دي بس كم نصيحة كده للعروسة بحيث ان احنا عايزينها تبقى ملكة بفرحة يعني تظهر باحسن شكل بيها انت تنسحين بايه قبلا ما يقولك يعملوا ايه يعني نصيحة ليهم مش اكتر هيكونوا مهتمين بالروتينة على البشرة بتاعهم ويعني في الغسوء البقى والمسكوت وكمان بشرتها تعتمي بيها كويس ايه وكمان بقى تاكل كويس وتشرب ما كتير بس ما انت تكون نايمة قبل ما تسيجي بقى الكوفيرة علشان عشان ما تنمشي في البيتي سنتر اوه ما تنمشي زرقان تحت عانية ولا اي حالي بسيج جدا يا رندا حقيقي استمتاعنا معاكي جدا النهاردة وان شاء الله نشوفك في حلقات تانية جايه بسيج جدا ليكم يا مشاهدينا الكرام ان شاء الله نشوفكو في سنة جديدة سعيدة علينا كلانكم